اشتركوا في القناة التي يطلقها سمو شيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الاول رئيس المجلس الاعلى لشباب والرياضة رئيس اللجنة الولمبية البحرينية على الشكل الذي يحقق الاهداف التي رسمها سموه من خلال هذه المبادرات والتي تشكل فرصة حقيقية لاحتضان شباب البحريني وتطوير ورفع مستوياته والاسهام في الارتقاء بعجلة الرياضة البحرينية مشيدا بتوجيه سمو شيخ خالد بن حمد الخليفة باقامة المسابقة في هذا التوقيت والذي يؤكد حرص سموه على استمرار اطلاق المبادرات الهادفة لاستثمار طاقات الشباب ودعم الرياضة في جميع الظروف لسيما في الوضع الحالي الذي تشهده مملكة البحرين من تطبيق اجراءات احترازية لدعم مبدأ التباعد الاجتماعي لمواجهة جائحة كورونا خاصة وان هذه المسابقة لاقت صدا واسعا في الاوساط الرياضية ليس على المستوى المنطقة فحسب وانما على المستوى القاري والدولي من خلال الاهداف التي رسمها سموه عبر هذه المسابقة والتي من ابرزها تخصيص سموه لريع هذه المسابقة لدعم مرضى السرطان والتي شكلت فرصة حقيقية لتعزيز استثمار الرياضة لدعم الحالات الانسانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر